ازايكم يا مواليد برج الاسد يارب بتكونوا بخير انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج توقعات برج الاسد ليوم الاثنين واحدة تلاتين يناير كانون التاني الفين اتنين وعشرين واخيرا النهاردة استرحت يا صديق الاسد فبعد يومين من الصعبات والضغوطات اللي انت مريت بيها جال يوم اللي هينسيك الفترة الفاتت دي اللي اتعرضت فيها لصعبات كتيرة وضغوطات اكتر واكتر هينسيك الفترة دي اللي تعتبر بأسة من حياتك وهتلاحظ ان الاخرين اللي حواليك من خلال ابتسمتهم المشرقة في الصباح هيتغيروا في معاملتهم معيك وهتحس بالتغيير ده من اول الصباح ودايما خلال ابتسمتك المشرقة هتتغير كل حاجة ونشاطك في انك تقترح برامج جديدة علشان تقوموا بيها كنوع من التغيير انت واسرتك او انت والاشخاص المقربين منك اليوم ده هيكون جيد علشان تاخد اي قرارات وحتى تعمل اي انجازات اي حاجة انت اجلتها قبل كده او من يوم مبارح ممكن النهار ده انك تنفزها او انك تنجز فيها حاجة كتير في المساء هتخطط انك تجلس جلسة هادية جدا مع من تحب علشان تصلح اللي تكسر ما بينكم النهار ده فحاول انك تهدى وتهدي حبيبك اكتر علشان الامور القديمة دي تعدوا منها وتنسوها تماما وتحاولوا تعيشوا من اول وجديد وتتعاملوا مع بعض بطريقة احسن بالنسبة ليت مهنيا اجواء دقيقة جدا ومربكة لليوم ده ومصاعب في الشغل لكن ده مؤقت كله فما تقلقش علشان الموضوع ده مش هياخد وقت كتير بس هيبقى فيه وقت معين هيحصل فيه دربكة كده في الشغل ومصاعب حتى بس هتمر ان شاء الله ما تقلقش بالنسبة ليك عاطفيا ابتعد اكتر على انك تواجه تعمل مواكهة مش مبررة النهار ده مع شركك ابتعد عن الموضوع ده بتاتا وما تعملوش وخصوصا لو كان موقفك ضعيف خلال الموضوع ده يعني انت الغلطان وعاوز تواجه كمان ويتبرر لنفسك وانت اللي غلطان في حق حاول انك تصلح الامور بروية اكتر علشان ما تخسروش اكتر من كده بالنسبة ليك صحيا من المفيد ليك في الاوقات دي انك تخرج للطبيعة ونلتقي حتى مع اصدقائك وتمارسوا مع بعض نشاطات رياضية متنوعة بدل من انكم تقعدوا في مكان واحد من غير اي حركة فاستغل اصدقائك اليوم في انكم تعملوا النشاطات رياضية مع بعض وتخرجوا ويتتمشوا حتى في الطبيعة ده هيغير كتير منكم وهيفيدكم اكتر من انه هيدركم بدل ما تقعدوا في مكان واحد وتتونسوا وبس استفادوا اكتر من بعض علشان تحبوا الخروج اكتر مع بعض وتكونوا بتستفادوا صحيا من ده من نسبة ليك أسد توقعات العشرية الاولى موليد 23 يوليو الاثنين اغسطس لا يكون احد الايام اللي انت هتبرز فيها بالضبط وهتحاول انك تخطط كتير لكل شيء لكن ده مش هيحقق شيء كما هو مخطط ليه وهيفودك اجتماع او هتتأخر عليه حافظ على الوضع الراهن عامدك وخليك واسق اكتر ومش هيزعجك القمر لفترة اطول خلال اليوم بالنسبة ليك العشرية التانية موليد 3 اغسطس ل13 اغسطس شجر صغير ممكن يحصل مع شخص مهم جدا بالنسبة لي وده طبعا هيزعجك وهيكون عندك مشكلة في انك تقبل الصراع اللي حصلت وهو بالتأكيد هيكون اكل خطورة من اللي هيبدو عليه وهيكون في فرصة قوية علشان تحلوها من تلقاء نفسها بعد مكالمة هتفية او حتى رسالة هتطلقها اليوم بالنسبة للعشرية التالتة موليد 14 اغسطس ل22 اغسطس لو حفظت النهاردة على الموضوعية هتتمكن من انك تجمع من الاراء اليوم والاراء المتعرضة حتى وهيكون الاستفادة من ده اليوم كبير قوي في كل منها وجميعها حتى وهد لو مقيت متيقص اكتر فمش هتضطر انك تحمل المواقف اكتر وهيكون موقفك هش ويمكنك انك تتمكن من انك تحسد اللي بيهبك اكتر اليوم بل حركة الكواكب اليوم بيواصل الامر عبوره من برج الجدي اليوم لبرج الدلو وهيدخل فيه في الصباح وهيكون اليوم بيكون بنميل لرؤية جميع الجوانب من الامور اليوم ويمكنا حتى ان نكون اكتر استثمار في صداقاتنا واتصالاتنا وحتى اهدافنا للساعدة وهيكون ده الوقت مناسب علشان نبذل الجهود نحو الاسباب للمشاريع اليوم والتقدمية او حتى اننا نجلب عناصر جديدة فريدة ومصيرة لعملنا يمكن انه تظهر تقنيات جديدة او حتى خيارات جديدة لنا ومع ده ما بدأنا به الان ممكن انه ما ينتهيش مع حلول القمر الجديد قريبا من اليوم الغد ممكن يكون القمر سلمي جدا اليوم نحن في الظلام هنركون بنرمز لاننا بنمهد الطريق لبدايات جديدة وده وقت مناسب علشان نراجع قراراتنا وتفكيرنا بيحدث القمر الفارغ حتى يدخل القمر برج الدلو في الصباح ان شاء الله وبكده بنكون وصلنا الاخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي انا بكبر بيكم وبدعمكم لي